اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية هل مشكل يوجد خطأ على تطبيقك الخاص في انستغرام مع لك أن تقوم بفعله لحل هذا المشكل يكفي أن تضغطونها على الضبطة لإعدادات يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل يضغط على التطبيقات لأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول للأسفل هنا لبعث عن تطبيقك الخاص في انستغرام هنا وبعدها سوف تقوم بالضغط على انستغرام نأتي إلى نافذات معلومات التطبيق هنا بعدها ما عليك أن تقوم بفعله وأن تضغط على إيقاف إجباري تضغط على موافق بعدها سوف تقوم باللزول الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذات مكان التخزين تضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالذهاب اللي ما تشارك جوجل تقوم بالبحث عن تطبيق الانستغرام تجد تحديد تضغط عليه يجب تحديد التطبيق وحل المشكلة